النهاردة 25 أبريل ذكرى غالية وعزيزة علينا كلنا يوم من أيامنا المجيدة يوم من أيام مصر البهية الجميلة العفية اللي ما يتنسيش أبدا النهاردة ذكرى 42 لعيد تحرير سينة اللي بيعتبر يوم لتتويج ختام معركة الحرب والسلام اللي نجح فيها الجيش المصري في تحقيق الانتصار واستعادة أرض سينة الغالية على كل المصريين يوم تحرير سينة هيفضل ذكرى مهمة وخاصة في وجدان المصريين لأن ملحمة استرداد الأرض هي مش بس انتصار عسكري وديبلوماسي هي في الأساس انتصار لكرامة المصريين انتصار جسد أصالة الشعب وبسالة الجيش المصري اللي عمل المستحيل عشان يرجع كل حبة رمل وكل شبر من أرض سينة فعلا بسانت يوم عزيز علينا جميعا من معركة التحرير لمعركة التعمير والبنى وزراعة أرض سينة بالبشر وبالمشروعات القومية العملاق الحقيقة سينة اختلفت تماما اللي بيزور سينة اليومين اللي فاتوا دول حيلاقي وجه سينة اختلف في كل مكان فيه مشروع جديد بيخدم أهلنا في شبه جزيرة سينة محطات لرفع المياه انشاء سحارة مشهورة جدا ومهمة جدا سحارة سيرابيوم أسفل قناة السويس الجديدة انشاء محطة معالجة مياه بحر البقر شرايين لربط سينة بالوادي والأنفاق اللي موجودة تحت قناة السويس استصلح كمان ألاف الأفدنة اللي بيتم زراعتها مشروعات زراعية صحية خدمات اجتماعية سواء في بير العبد أو الشيخ زويد أو مدينة العيش استثمار كمان في المعاطن السناوي نفسه في الشباب السناوي ده غير كمان قامة التجمعات البدوية في شمال وجنوب سينة إنشاء قرية الصيادين على بحيرة البردويل وإنشاء مدن جديدة في جنوب سينة ورفح الجديدة والإسماعيلية الجديدة والعريش تنمية حقيقية بتحصل في كل شبري من سينة غير مشروعات النقل اللي بتربط سينة بمحافظات الدلتة والجمهورية كلها شبكة نقل عملاقة إنشاء خمس أنفاء أسفل القناة بتكلفة بتصل لـ 35 مليار جنيه تنفيذ 5000 كم من الطرق وإنشاء سبع كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة بتصل لـ 900 مليون جنيه الاستثمار العام في سينة عمتا زاد العشر أضعاف في العشر سنين اللي فاتوا زرع التنمية والخير في كل مناطق سينة هو ده أهم حاجة كانت بتركز عليها الدولة المصرية في الفترة اللي فاتت يا محمد يمكن هي دي معاركة البناء والتعمير اللي بنتكلم عليها إحنا زمان كان عندنا المعاركة وانتصرنا فيها معاركة الحرب والسلام انتصرنا على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي عمتا والجيش المصري انتصر على العدو وكمان النهاردة إحنا بنحتفل بانتصرنا بالتعمير والسنين فعلا هي معاركة ورحلة طويلة جدا عنوانها استرداد الأرض والكرام المعاركة دي بدأت من يوم 6 يونيو 67 يعني بعد هزيمة 67 مباشرة بدأت حرب استنزاف استمرت 6 سنوات كان عنوانها الصمود والإصرار وتحرير الأرض وصولا لسنة 73 ستة اكتوبر والعبور العظيم للجيش المصري بعد كده معاركة قانونية وسياسية لاسترداد آخر نقطة في سينة طابة سنة 1988 النهاردة إحنا بنجني ثمار هذه الرحلة السياسية والعسكرية والديبلوماسية بالتعمير والبناء وعنوانها الأساسي هو المواطن في سينة إحنا المواطن في سينة الحقيقة دلوقتي بنشوف تغير في حياته بشكل كبير جدا سنتخدمات صحية كمان يومين كمان حيبقى فيه يعني افتتاح لمدينة رفح الجديدة وغيره المدينة والسينة كلها اتغيرت بشكل كبير حقيقة وزي ما انت قلت انه احنا بنحتفل باختلاف سينة النهاردة المواطن السراوي قادرين نعمل مسابقات مختلفة مسابقات الهجن اللي احنا بقينا نشوفها بنحتفل بيها كل سنة وإحنا طيبين وكل سنة وإحنا بنحتفل بالنصر وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر